عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة ما يتم اتخاذه من اجراءات لسد العجز النسبي في اعداد المعلمين على مستوى الجمهورية وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وخلال الاجتماع اكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بملف التعليم والحرص الدائم على اتاحة المزيد من الدعم لمختلف الركائز الاساسية التي تقوم عليها المنظومة التعليمية من خلال العمل على اتاحة وتوفير مختلف الامكانات المالية والفنية اللازمة لذلك ولفت رئيس مجلس الوزراء الى دور المعلم المحوري في هذا القطاع المهم كما كلف مدبولي ببلورة المقترحات التي تم التوافق بشأنها لسرعة العمل على سد العجز في المعلمين على مستوى الجمهورية في قرارات وخطوات تنفيذية مؤكدا اهتمام الحكومة بقطاعي التعليم والصحة بوجه خاص مع توفير التمويل اللازم لذلك